بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في الوحدة السادسة بعنوان تخصيص التكاليف من مقرر محسب التكاليف وإدارية واحد تكلمنا في المحاضرات السابقة في هذه الوحدة عن التكاليف الغير مباشرة وكيفية تخصيصها والآن نأخذ مثال على كيفية تخصيص التكاليف العامة أو المشتركة على المراكز تتكون إحدى المنشآت الصناعية من مركزي إنتاج هما التقطيع والتشطيب ومركزي خدمات هما المباني وشؤون العاملين وفيما يلي بيانات تكلفة المراكز وبيانات التوزيع مديني هنا المراكز الأربعة التقطيع والتشطيب والمباني وشؤون العمال مديني بندين من بنود التكاليف اللي هي مواد غير مباشرة وأوجور غير مباشرة كانت المواد الغير مباشرة 20 ألف للتقطيع 12 ألف تشطيب 8000 المباني 6000 شؤون العمال وجور غير مباشرة 14 ألف تقطيع 10 ألف تشطيب 4000 مباني 2000 شؤون العمال البندين دولة تعتبروا تكاليف خاصة تكاليف خاصة لأن دي التكاليف بنودي التكاليف اللي تخص كل مركز جاية متوزعة جاهزة على كل مركز من المراكز البيانات اللي بعد كده عدد المصابيح 20 30 20 30 عدد العمال 10 8 5 3 المساحة بالمتر مربع 15 12 8 5 ساعات دوران 10 ألف 20 ألف شرطة شرطة قوة الألات بالحصان 500 200 شرطة شرطة البيانات دي تعتبر تستخدم كأسس للتوزيع أسس بنستخدمها عشان نوزع التكاليف فإذا علمت أن نفقات الإضاءة 1000 ريال والإيجار المدفوع 2000 ريال ونفقات رحلة ترفهية للعمال 1500 ريال وتكاليف القوة المحركة 1800 ريال ومصاريف الصيانة 800 ريال منها منها يعني من 800 ريال 200 ريال تخص مركز التقطيع والباقي صيانة عامة لجميع الألات المطلوب أدات قيمة توزيع تكاليف صناية غير المباشرة هنا البنود دي تعتبر إيه؟ البنود دي كلها تكاليف عامة أو بنقصين مشتركة هذه بنود التكاليف التي يجب تخصيصها أولا على المراكز الموجودة لبنى الموضوعنا النهاردة كيف يتم تخصيص التكاليف العامة هذه على جميع المراكز بحكتين التخصيص هنا التخصيص بيتم بحكتين تحديد أساس التوزيع بعد كده العمليات الحسابية يعني نشوف كل بند من دول الإضاءة توزع بنسبة إيه؟ الإيجارة توزع بنسبة إيه؟ نفقات ريح وهكذا زي ما نشوف دلوقتي في الحل حل المسال على تخصيص التكاليف العامة أو المشاركة هنبدأ بتوزيع تكاليف الإضاءة تكاليف الإضاءة كانت معطى بألف ريال هنحدد أساس التوزيع أنسب حاجة لتوزيع الإضاءة هي عدد المصابيح فانا عند الأربع مراكز التقطيع والتشتيب والمباين والشؤون العمال أشوف نسبة عدد المصابيح أشرين تلاتين أشرين تلاتين دي معطى اللي هي عدد المصابيح بكل مركز دي اللي هي عدد المصابيح بكل مركز نجمحهم مجموعة أجزائهم العشرين زائد الثلاتين زائد العشرين زائد الثلاتين يبقى المجموعة كله أميت مصباح يبقى المراكز الأربع جواهم ميت مصباح هنجيب نصيب المصباح الواحد أجيبه إزاي إننا أقسم تكلفة الإضاءة اللي هي الألف على مجموعة المصابيح كلها اللي هي مية ألف على مية يطلع عشر ريال لكل مصباح كل مصباح بيكلف عشر ريال نجيب نصيب كل مركز نصيب مركز التقطيع التقطيع كان عدد مصابيحه عشرين مصباح والمصباح الواحد بعشرة ريال أضرب العشرين في عشرة يديني ميتين ريال طب نصيب مركز التشطيب التشطيب كان عدد مصابيحه تلاتين مصباح والمصباح الواحد بعشرة يبقى تلاتين في عشرة بتلتمية ريال نصيب مركز المباني عدد المصابيح في المباني كانت 20 مصباح والمصباح بعشرة نصيبه عشرة يبقى 20 في عشرة بـ 200 ريال نصيب مركز شؤون العاملين عدد المصابيح في شؤون العاملين 30 مصباح والمصباح الواحد بعشرة يبقى 30 في عشرة بتلتمية يبقى أنا كده وزعت الألف تكليف الإضاءة على الأربع مراكز نتأكد أن التوزيع صحة ولا غلط مجموعة المجموع اللي أنا وزعته لازم يساوي الألف ريال اللي هي نفقات الإضاءة اللي احنا وزعناها بنفس الطريقة بناخد بند بند البند اللي بعده الإيجار الإيجار المدفوع ألفين ريال هنوزعه بنسبة المساحة يبدأ أساس التوزيع أساس التوزيع المناسب للإيجار هو المساحة نشوف المساحة في الأربع مراكز تقطيع تشتيب مباني شؤون العمال نسبة المساحة المساحة في التقطيع كانت موطة 15 متر والتشتيب 12 متر والمباني 8 متر وشؤون العمال كان مساحته 5 متر هنجمع مجموعة الأجزاء 15 زائد 12 زائد 8 زائد 5 يبقى 40 متر مربع هنجيب نصيب المتر المربع الواحد هنقسم تكلفة الإيجار المدفوع على مجموعة الأمطار كلها 40 متر تطلع 50 ريال لكل متر مربع يبقى نصيب المتر المربع الواحد 2000 على 40 تطلع 50 ريال لكل متر مربع أوزع بقى نصيب مركز التقطيع التقطيع كان فيه 15 متر مربع والمتر الواحد بخمسين أضرب 15 في 50 تطلع 750 ريال نصيب مركز التشتيب التشتيب كان فيه مساحته 12 متر مربع ونصيب المتر الواحد خمسين أضرب الـ 12 في 50 تطلع 600 ريال نصيب مركز المباني المباني مساحته 8 متر مربع ونصيب المتر المربع الواحد خمسين ريال يبقى 58 في 50 بربعمائة ريال نصيب مركز شؤون العاملين مركز شؤون العاملين كان مساحته 5 متر مربع والمتر الواحد كان نصيبه 50 ريال يبقى 5 في 50 بـ 250 ريال يبقى كده وزعنا الـ 2000 نتأكد الحال صح والغلط مجموعة الأرقام اللينا وزعتها المجموح هنا لازم يطلع الـ 2000 ريال اللي احنا ايه وزعناها بعد كده نفقات الرحلة الطرفيهية كانت 1500 ريال كيف يتم توزيع نفقات الرحلة الطرفيهية هتحمل بالكامل على مركز شؤون العمال ليه؟ لوجود هذا المركز يبقى إذا وجد هذا المركز يبقى مبلغ الرحلة الطرفيهية بالكامل يحمل عليهم إذا لم يكن موجود كنا وزعناه بنسبة عدد العمال يبقى معنى ذلك أن الرحلة الطرفيهية كل المركز تاخد صفر معدى شؤون العمال ياخد الـ 1500 بالكامل طب توزيع تكاليف القوة المحركة القوة المحركة 1800 ريال لما جاء وزعها أساس التوزيع المناسب الأساس التوزيع المناسب هنا هو ساعات دوران الآلات مرجحة بقوة الآلات بالحصان والي اتنين موجودين في معطيات في التمرين ساعات دوران معطى وقوة الآلات بالحصان هي معطى يبقى أبدأ أضربهم في بعض الترجيح معناها أضربهم بعض قد المراكز التقطيع والتشطيب اللي هتوزع عليهم ساعات الدوران معطى للتقطيع 10,000 والتشطيب 20,000 ما خدناش الباقي ليه؟ لان ما كانش ليه معطيات في ساعات الدوران أضربه في قوة الآلات بالحصان اللي هي 500 و 200 حاصل الضرب يطلع العشر ثلاث في 500 بخمسة مليون والعشرين الف في 200 باربعة مليون مجموحهم يطلع تسعة مليون ساعة دوران لكل حصان نصيب ساعة الدوران لكل حصان من تكاليف القوة المحركة القوة المحركة كانت 1800 ريال نقسمها على مجموح ساعات الدوران لكل حصان اللي هو ما لتسعة مليون يبقى 1800 على تسعة مليون حيطلع فاصل 00002 ريال لكل ساعة حصان هستخدم الرقم ده في التوزيع أجيب نصيب مركز التقطيع التقطيع كان ساعات الدوران لكل حصان 5 مليون وطلعنا نصيب ساعة الدوران لكل حصان بفاصل 00002 هضرب يطلع لألف ريال نصيب مركز التشطيب كنا التشطيب ساعات الدوران المرجحة بقوة العادة بالحصان كانت 4 مليون وكان نصيب ساعة الدوران لكل حصان الفاصل 00002 حصر الدرب يطلع 800 لو جمعنا الرقمين دولت يبقى هما الـ 1800 اللي احنا ايه وزعناهم تكاليف القوة المحركة اشتركوا في القناة